اشتركوا في القناة البهارات العدلة عندي هنا خولنجان وقرفة وورق غار وهيل وقرنفل ونجمة الينسون عشان يعطي المرقة نكها وبعدين راح نضيف الدجاج ونحمسه معه حمسة البهارات العدلة مع البصل يطلع نكهة للمرقة ولكشنة خيالية فالأفضل انكم تحمسون البهارات عدلة معها وضيف الدجاج طبعا الدجاج انا خليتها بجلدة لاني راح حمرها ما ودي انها تصير ناشفة مرة عاد انتم اذا حبيتوا تشيلون الجلد براحتكم راح حمس الدجاج وضيف ملعقة كركم بضيف ملعقة صغيرة بحارات مشكلة وكركم برضو تعطي نكهة للمرقة بعد ما حمست الدجاج راح اضيف لموية مغلية واملحها واخلي الدجاجة تنسلك وحط ملح بعد ما تنسلك الدجاجة راح اصفي المرق واطلع الدجاج عشان ندهنة بالزعفران او نرش عليه بخاف الزعفران ويتحمر اما انكم تبون تحمرونا بالفران او انكم تحمرونا بالفران او انكم تحمرونا بشوي زيت على حسب رغبتكم الحين بسوي معكم الحشو اللي ينحط على الرز نجي للحشو اللي راح نضيفه للمجبوس عندي هنا بصل اي باي نوع بصل عندك اشان اللي متوفر عندي الاصفر فضفته وعندي هنا زبيب غسلته ونقعته بموية حارة وهذا الحمص هو الاساس بالحشو حمص مجروش زي ما تشوفون شكله كذا غسلته وسليكته تقريبا ربع ساعة عائلين بديلين لما تشوفونا بديلين خلاص وصفيته وهذه البهارات اللي راح اضيفها للحشو عندي كركم وملح وليمون اسود وشوي هيل وفلفل اسود هذا اللي راح ينضاف للحشو وبوريكم شان طريقته ونبدأ نسوي الحشو اول شي بحمص البصل طبعا بدون زيت بدون نقطة زيت بصل الحشو يبيله شوي طولة فال لانه ما ينحمس بالزيت ينحمس بموية البصل واذا انشفت موية البصل نضيف له شوي موية الان يبدأ يوصلنا اللون الكرملة اللي بوريكم اياها الحين شوفو بدي يتغير لونة بس موية البصل بديت تنشف لذلك بضيف تقريبا ملعقة موية وابداح احمس وحرك احمس وحرك كل ما انشفت نضيف ملعقة موية الان يبدأ يتغير لون البصل ويتكرمل معنا اللون الجميل هذا ما توصلون لها بالزيت راح توصلون لها بالحمص بالموية يعني بموية البصل بعدين تضيفون لها موية بدأت تنشف الموية نزيد ملعقة موية ونحمس الان يتغير اللون شايفين شوفوين شلون صار لونة مكرمل وجميل الان راح اضيف الزبيب وحتى الان ترى انا ما ضفت ولا نقطة زيت الزيت مو الان بحمس البصل الحين مع الزبيب واستمر بالتقليد بعدين راح اضيف الحمص او على قولة اخواننا الكويتيين النخي حمص مجروش ونحمسه مع البصل والزبيب وبعدين راح اضيف البهارات اللي هي ليمون اسود فلفل اسود شوي ملح شوي كركم ونقلبه بعدين راح نضيف الزيت مو الان بعد ما تخطبط البهارات بالكشنر نضيف الزيت ونحمسه الحين راح اضيف له شوي زيت ونحمس نستمر بالتقليد شايفين الزيت هو اخر خطوة لانه لو حطته في البداية البصل ما راح يتكرمن ما راح يعطيكم اللون الحلو ما راح يعطيكم الطعم الطعم الحشو اللي هو اللي عليه الكلاب وهذه طريقة اخدتها من شيف كويتية فانا ماشي على خطواتها وان شاء الله تدقون احلم تشبوز كويتي تشبوون اللون شلون صاير شزينة يهب بالأولار والريحة عقب البهارات يعني اتمنى تشمون بلا مبالغة الريحة خيالية يا بنا خيالية خلاص تقريبا كده الحشو جاهز باستقليبتين ونطفل النار خلاص كشنت الحشو جهزت نخليها على جنب الحين بعدين عشان نخطها على وجه الرز بعد ما ستوا الدجاج طلعته ورشيت عليه ملح وحطيت من بخاخ السبري الزعفران اللي خدتها من خيوط الزعفران والحين بحمرة عندي هنا الرز استخدمت بنجاب المهيدب غسلته ونقعته بماء يحاره ومع ملعقة خل عشان يصير مفلفل وحبته طويلة وهذا المراك بعد ما صفيته من البهارات والبصل الحين بكبر الرز عليه بعد ما صفيه تحاولوا انه لا مو حاولوا لازم ان الرز ما تكون مويته كثيرة يعني يدوب يبان الرز زي كده ممتاز طبعا بخليه لين يبدأ كده خلاص يتشرب الرز الموية اقصر النار وخليه على نار هذي يطبخها البخار الحين بعد ما تشرب الرز قصرت النار وحطيت تحت حديدة بجيب من اللي هو بخاخ الزاكران هنا برشة شوي وباخد الحين الحشو اللي سوينا ونحطه فوق الرز ابي البهارات مع البخار تنزل على الرز وتعطيها نكهة مرة حلوة بعد ما حطيت الحشو وحمرت الدجاج بالفرن بحطه فوق الرز برضو ياخذ النكهة واكتمام وعلى نار هادية ينطبخ البخار خلوه ياخذ راحته تقريبا نص ساعة يا سلام الريحة ياريتكم تشمون خلاص بعد نص ساعة الحين بغرفة بشيل الحشو عشان أرش على وجه الرز لما جاء قدمه ببدأ شيل الحشو عشان بعدين نحط على وجه الرز بس الريحة عربلتهم خنينة وبشيل جزء من الرز اللي فيه الزافران عشان بعدين نحط على الوجه شفو ما شاء الله الرز شوان فلفل لا قوت إلا بالله شوفو يحب كل حبة بحبتها الحبة طويلة من نقعتي له بالخل وما شاء الله تبارك الرحمن وهذا مجبوس الدياي وخلاص وهذا الحشو والريحة خنينة خنينة وقدمت مع الدقوس وما يصير مجبوس من غير دقوس وكيف ني معكم يا أهل الكويت ضبطت ولا لا وبالعافية اشتركوا في القناة